تواجه اي اجراء الله هو ده مش تكاليف يا جماعة هو النهاردة انت النهاردة ايه النهاردة فرضا 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 جدلا 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 مصر في 2011 قالت والله احنا مش مستعدين ما عندناش فرضا في دول بتعمل كده ودول عملت كده ما عندناش السعداد التسعة مليون دول كانوا يروحوا فين الى اين كانوا يتاجهوا او سوف يتاجهوا هيروحوا فين لما كانش في مصر هل هناك دولة في المنطقة كانت تقبل استقبال تسعة مليون على اراضيها الاجابة قولا واحدا لا 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 غني ولا فقير طب اذا تسعة مليون ما فيش مصر ما جاش مصر او مصر لم تفتح ابوابها ليهم كان مكانه فين اوروبا امريكا الاقرب اوروبا طبعا ماذا عن فطرتهم في اوروبا طب انتو عارفين احضراتكم اوروبا عملت ايه كمان عشان تساعد اوكرانيا مش هتكلم عن ساعدات عسكرية لا لا خالص هتكلمكم على حاجات بسيطة اوي الاوروبا لازم تبص تشوف ده يتعمل ازاي اوروبا بيبع عندهم قوانين خاصة مثلا ب تبادل السلع وما بين دول الاتحاد الاوروبي تصدير بينهم بين بعض يعني استراد والتصدير سمحوا الاوكرانيا انهم يعني عملوا خلفوا جميع قواعد للسيراد في دول الاتحاد الاوروبي عشان سمح الاوكرانيا اي شيء ييجي من اوكرانيا يدخل الاتحاد الاوروبي نستورد من اوكرانيا لدرجة انه مثلا بيحطوا مثلا ضوابط مصر مثلا يستوردوا مثلا البرتقال المصري مثلا او التفاح او غيره او الفراولة او بكميات معينة لانه بيفضلوا او الاسباني مش عارف ايه ثم كذا كذا طب ماذا لو فتح اسواقه زي ما عمل اوكرانيا كده وافتح اسواقك امام السلع والاوكرانيا تدخل كل تحدي رب بدون اي اجراءات ماذا لو